لاحظت أنا في مؤلفي المقاصد معظمهم من المتصوفة مع العلم كان المفروض أن المتصوفة يكونون تعبديين أكثر لكنهم لما جمعوا بين الفقه وبين التصوف صاروا تعليليين أكثر هل في فرق بين كتاب قفال محاسن الشريعة كموضوع يختلف عن موضوع المقاصد بالمفهوم الحالي لا تقريبا هي المقاصد العصبية المذهبية صارت عصبية قبلية ومن ثم أصبحنا نتحارب كما كان يتحارب الجاهليين بأخلاق الجاهليين إن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تعلّل لا أحد أعلّل أفعال الله سبحانه وتعالى فهل هناك تعارض بين كوننا نقول بمقاصد الشريعة وبين تلك المسألة القديمة الجذور برنامج فقه المقاصد مع فضيلة الدكتور محمد عبدالغفار الشريف يحاوره الأستاذ أحمد العبيد يأتيكم بإذن الله في الأوقات التالية اشتركوا في القناة